هذا متوقع جدا وكنت أتوقع أن الاحتلال سيقوم باعتقال عدد يفوق عدد الأسرى الذين سيتم تحريرهم خلال هذه الصفقة هو لا يريد السجون فارغة يريد دائما أن يكون هناك مزيد ومزيد من الأسرى الذي يمارس عليهم الانتحكات والعنف ويمارس عليهم غروره وعنجيته هذه الصفقة قد أراها أنا من وجهة نظري الخاصة أو خلينا نتكلم أنه صغيرة لم أشعر بأنها لبت أحداث الشعب الفلسطيني وخصوصا بقطاع غزة مع احترامي لكل الجهود المبزولة في الموضوع لماذا لم تتكلم؟ يعني إذا بدنا نتكلم بخصوص أنه إحنا طلعنا 30 أو 40 أسير في كل يوم بالمعدل هناك 20 ألف شهيد هل يكفي أن نفدي بعشرين ألف روح مقابل 30 أسير؟ وأيضا ما زال هناك الآلاف داخل السجون الإسرائيلية وخصوصا الأطفال بالضبط وهناك أحمد المناصرة أنا كنت أترقب من خلال الصفقة أن يتم الإفراج عن الأسيرة إسرائيل جعبيس وأحمد الله أنها تم الإفراج عنها في هذه الصفقة وأنتظر أيضا أن يتم الإفراج عن أحمد المناصرة لما يتم التعذيب ممارسته عليه في سجونهم أيضا هناك عدد من الأطفال يمارس عليهم التعذيب مثل أحمد المناصرة ويغيبون عن الإعلام طيب كيف تقرأين تصريحات الأسيرات والأطفال حول ما تعرضوا له داخل السجون الاحتلال مقابل مشاهد السلام يعني سلام الرهائن الإسرائيلي لدى المقاومة هذا يدل على عنف الاحتلال اتجاهنا كشعب وبالمقابل هو أوضح الصورة بشكل كبير للعالم كيف نحن كفلسطينيين أو كعرب نتعامل مع أسرنا وكيف هما كاحتلال يتعامل مع الأسرة في خلال الحرب أو من بعد 7 أكتوبر تم تعذيب الأسرة تم سحب المواد الطبق الراديو عدم توفير ملابس للشتاء بعض الأسرة المرضى ولذلك يعانون من أمراض شديدة الخطورة تم منع استلامهم للأدوية أو أنه أي شيء مسكنات على سبيل المثال أنه يصلهم داخل سجنهم كل هذا يدل على عنفهم وهذا استمرار مسلسل عنف الذي تحدثت عنه يعني أيضا ما قبل الاعتقال أيضا هناك عنف استدعاءات عدة مرات وهناك اعتقالات أكثر من مرة يعني يعتقل ويحرر وأيضا يعاد اعتقاله هم يستدعون أطفال بعمر الأربع والثلاث سنوات ثلاث سنوات وأربع سنوات ويستدعوهم أيضا هم شباب ويستدعوهم وهم شباب أحمد مناصر كان عمره ثمان سنوات منذ أنا أعتقل الآن عمره ثمانية عشر سنة يمرس عليه التعذيب النفسي يغلق عليه الأبواب بغرفة ظلماء بدون أي محاكمة لإلهم طيب أين المنظمات من كل ذلك المنظمات المعنية بهذا الشأن نعم وصلتك سألة طيب أين وصلت حملة الاعتقالات خصوصا في الضفة الغربية حملة الاعتقالات بتصل لكل أنحاء الضفة سواء كان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية طبقا لأتفاقية أوصلو أو تحت سيطرة الاحتلال الاحتلال يدخل بجيش ومستعربين ومستوطنين داخل رمالة وداخل الخليل وداخل بعض المدن الفلسطينية بشكل كتير كبير وبدون أي رادع لإلهم يستدعي من يستدعي ويقطف من يقطفه من داخل منازلهم ويقول أن هذا الشخص قام بممارسة العنف عليهم سواء كان برفع الإسلاح سواء كان بالقصف الحجارة أو مطلوب أي جهة أخرى ما الرسالة التي يفترض أن يقرأها تقرأها قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني الفلسطينيون في أيام الهدنة تحركوا باتجاه ما تبقى من منازلهم والبعض يعني عاش في أنقاض المنازل يعني تشبث الفلسطينيين بأرضهم يعني يفترض ما الذي يفترض أن يقرأه الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجزئية يعني المفترض أن يقرأه الاحتلال ويقرأه المجتمع الدولي وكل الدول العربية والإسلامية أن الشعب الفلسطين باقن في أرضه ولن يترك أرضه لمن يشاء أي شخص يحتلل الأرض هو سيبها لإله وهذا دليل واضح أيضا أن ما مورس علينا في الـ 48 هو يمارس بشكل أعنف وفي ظل منظمات حقوق الإنسان وفي ظل من ينادون بالمساواة ومن ينادون بالديمقراطية يمارس أمامهم كافة أشكال التعذيب على الشعب الفلسطيني وإجباره على ترك أرضه نعم الأستاذة نجوة طفان الإعلامية الفلسطينية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر